شيخنا هل من تعليق على ما يحصل في الهند من تدمير للمساجد وحرب على الدين أليس هذا هو الاستهزاء والحق بالدين؟ لا هو ليس استهزاء بالدين وإنما هؤلاء هم كفر أصليون هم هندوس يعبدون البقر وأنا ما سمعت بهذا إلا في وقت متأخر من اليوم علمت بأن هناك عشرين قتيلا من المسلمين ومئتي مصاب وأن الهندوس قد دمروا بعض المساجد ودخلوا فيها وعاثوا فسادا وأنهم قد عمدوا إلى بعض المآذي المحاولين نزع مكبرات الصوت فيها وأن يثبتوا مكانها العلم الهندوسي وما إلى ذلك وهؤلاء بغير شك ممن قال الله فيهم قد بدت البغضاء من أفاهم وما تخفي صدورهم أكبر وقال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم وقال إي يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون وهذا كله متزامن مع زيارة الرئيس الصليبي الأكبر ترامب للهند التي ستكون الغدا فكما قال ربنا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ونسأل الله عز وجل أن يخفف عن إخواننا المسلمين في الهند وأن يجمع كلمته